يواصل الحزب الدستوري الحر في تونس تحركاته ومشاوراته مع الكتل البرلمانية المختلفة لتقديم لائحة جديدة لسحب الثقة من رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي لنا ثقة بأن النواب لهم من الحس الوطني وخاصة النواب الحدثيين والنواب الذين ينتمون ويرجلون مدنية الدولة والوطنيون منه لنا ثقة بأنهم سيستمعون إلى صوت الشارع وسينضمون إلينا لإمضاء هذه العريضة لتخليص تونس من براثن حكم الأخوات ومع خروج مسيرات في الآوينة الأخيرة تطالب السلطات بتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتدهورة في البلاد أعلن الحزب الدستوري الحر عزمه تقديم لائحة لسحب الثقة من رئيس الحكومة الحالية بقيادة رئيس الوزراء هشام لمشيشي والتشاور إثرها مع القوى الفاعلة حول خارطة طريق أعدها الحزب برئاسة عبير موسي لائحة لوب للحكومة لأن هذه الحكومة بتحالفها مع الحزام البرلماني هي التي تسبب المشكلة الآن سوء إدارة للأزمة الصحية لا تستمع إلى مشاغل الشباب سوء إدارة لمشكلة البطالة لا تقدم أي حلول لا اقتصادية ولا غيرها ويزداد المشهد السياسي التونسي تعقيدا في ظل تمسك كل طرف من الأطراف السياسية الفاعلة بوجهة نظره الخاصة التي يراها الأنسب لحل التحديات التي تعصف بالبلاد وللخروج من الأزمة الحالية ويرى متابعون أن حركة النهضة أكثر الأطراف التي تتحمل مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع في تونس إثر فشلها على مدار عشر سنوات في إدارة البلاد تأتي تحركات الحزب الدستوري الحر بشأن سحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي وتقديم لائحة لوم ضد الحكومة التونسية الحالية استجابة لمطالب المحتجين في الشارع وفق ما تقول قيادات في الحزب الدستوري الحر فهل سينجح الحزب في الخطوة الأولى بسحب الثقة من راشد الغنوشي كرئيس للبرلمان؟ ياسر دبابش الغد تونس